موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن فضل من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه عيننا شيء في الدين يسمى بقانون التعويضات الالهية بمعنى ان الحياة لا تسير عبثا الحياة لها رب ولها مالك مهيمن عليها يراقب ويسير ويدبر ويجازي ويحفظ ويجيب الدعاء اروي لكم قصة رجل من الصلحاء كان يسير في الطرقات وتفوح منه رائحة المسك عطرا شديا نديا كلما انتقل من مكان الى مكان صار في الاسواق والطرقات وكلما جلس مع الناس الا وتفوح منه رائحة العطر العطر الجميل ليس كالذي يباع في اغلى الاسواق وانما هو عطر من نوع خاص سألوه ما سر هذا الكرام التي تستمتع بها بكى كثيرا حتى ابتلت لحيته وقال انها من بركة من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه حكى لهم انه لما كان في الشباب كان يستمتع بالجمال كان وسيما وانيقا ورشيقا وبشوشا وكان مساعد تاجر يبيع الاتواب والقماش واحيانا يضطر الى مكالمة الناس بكلام لبق فيه نوع من الحلاوة حتى يتير الزبائن لشراء هذه السلعة صاحب المتجر طلب منه بين الفين والاخرى ان يأخذ بعض القماش والتوب ويدهب يتجول في الاسواق وفي الطرقات والازق وينادي لمن اراد ان يشتري هذا الثوب في يوم من الايام بينما هو يبيع ويشتري يمر من احدى الاحياء تراه امرأة هي الاخرى كانت فائقة الجمال ولكنها كانت تشعر بالحرمان العاطفي لما رأت الشاب نادته من النافدة ان يصعد الى شقةها لكي تقتني منه بعض هذه الاتواب فهو فرح وصعد مسرورا للتو الى الشقة لما فتحت له الباب اغلقت عليه الابواب واحكمت اغلاقها وقالت يا هذا ان غرضي ليس هو الشراء الثوب وانما غرضي انني اعجبت بك كنت اذهب الى ذلك المتجر وكنت ارىك تبتسم وتتعامل ببرقة مع الاخريات تميع وتشتري وتمنيتك لنفسي وهو القدر قد جاء بك الى عندي الان انا لا اطلب منك شيء انا الان وحيدة في هذا البيت ولا احد معي واريد منك ان تعاشرني هذا الشاب دارت بيده وبعقله افكار وقال هذه فرصة لا تعوض لكنه للتو تذكر بان الله تعالى عليه رقيب وان الله تعالى يسمع ويرى فاذا به يستحي ويقول كيف ربي يراني الان فتمنع عن المرأة قال لها ان ربي الان يراني اذا كان اهلك وعشيرتك غائبين الان غير حاضرين معنا لكن ربي وربك يرانا ويسمعنا وينظر الينا واستحي منه قالت له دعك من هذا الكلام اما ان تفعل واما ساسيح باعلى صوتي واقول هذا الفتى تهجم علي واراد ان يدال من عفتي فشعر بنوع من الغبن والمرأة بدأت تتكلم جديا اما ان تفعل واما ان ارفع صوتي امام الملأ حتى يأتي جيران وتصير السمعة كملطخة وسوف يشبعونك ضربا الرجل بدأ يفكر يا رب انني الان في ورطه ماذا افعل هل اوافقها واعمل ما تريد فادال غضبك واما ان اتمنع فتنزل علي اشد العقوبة من الناس ماذا افعل بدأ يفكر ويدبر ويقول يا غيات المستغيثين يا دليل الحائرين انني الان في ورطه انقلني يا رب العالمين ثم تأتيه وساوس ابليس وتقول له هذه فرصة نهبية عار عليك وعيب ان تضيعها من بين يديك انها الان امرأة جميلة غاية في الجمال وفي شقتها ولا احد يراكما انها فرصة لا تعوض ثم بدأ يتذكر بان ابليس فعلا يحضر في مثل هذه المواقف وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما فتذكر بان ابليس معهم الان في الغرفة في هذه الشقة انه يوسوس لها ويوسوس له وقال على وشك ان يقع في الفضيحة ماذا يفعل يا رب يا دليل الحائرين يا غيات المستغيثين فلما بدأ يناجي ربه انه يستذكر حديثا نبويا شريفا انه من السبعة الذين يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله رجل دعتهم رأة نات منصب وجمال فقال ان لي اخاف الله رب العالمين بدأ يتذكر كذلك قصة نبي الله يوسف عليه السلام الذي تم التغرير به واغرائه ولكنه استعصم فعصمه الله وبدأت الافكار تتلطم في ذهده في دقائق معدودات شعر بان الدم يفور والعقل يفكر ماذا عليه ان يصنع فاذا بلسانه ينطق ويقول يا سيدتي ان كان ولا بد فانا كما تريني جسمي فيه عرق شديد هل سمحت لي اين الحمام اريد ان اخذ حماما واغتسل بالماء والصابون ثم اتطهر ثم اتي اليك فاذا بالمرأة تفرح وتقول احسن هذا ما كنت انتظر منك ها هو حمام كبير عندي فيه ماء دافئ فيه صابون فيه معطرات فيه ملامس داخلية افعل ما تشاء فعلا دخل الشاب الى الحمام وماذا يفكر يا الهي انقل لي يا الهي اني لاشعر انني على وشك ان اقع في المعصية ماذا افعل يا الهي ماذا يناجي ربه واخذ يفكر هل افر من نافذة الحمام حاول كثيرا لكن يبدو بان فيها قطبان فيها حديد هذه النافذة لا يستطيع ان يفر منها ماذا يصنع فكر ودبر فاذا بفكرة غريبة تسقط على عقله وتارد على خاطره فميّن الفكرة دخل الحمام فاعزكم الله ماذا فعل تبول وقضى حاجته ثم اخذ هذه القادورات اعزكم الله جميعا ولطخ بها وجه وجسده فاصار فيه راحة كريهة بول وغائط في جسمه ثم خرج على المرأة قال لها ها انا دا المرأة لما رأت في هذه الحال قالت يا مجنود اخرج عني اخرج عني ففتحت له الابواب وطاردته فخرج الرجل يجري والناس يرونه في الشارع العام وينضحكون هذا الوسخ هذا القادر ويقول رباه انقلني وقدمه تسير به حتى وصل الى بيته دخل الى غرفته واستحم وغير ملامسه وطهرها فلما خرج من حمامه اذا بريح طيب يخرج منه روائح زكية عطرة طيبة تنبعت منه يقول يا رب من اين لي هذا ولما عاد الى العمل ودخل المتجر الناس كلهم حوله يقولون الله ما اطيم هذه الريح ما ازكى هذه الريح من اين اشتريت هذا الطيب قال انا ما صدعت طيب قالوا والله ريح طيبة اينما ارتحل اينما صار الا وتلك الرائحة الطيبة تتبعه حتى انه صار يبيع ويشتري واغناه المولى بماركة تلك الريحة الطيبة التي جاءت في جسمه كان كل من دخل الى متجر او الى سوق التف حوله الناس ويبيع لهم القماش يبيع الثوب ودائما الرائحة الطيبة هي الجانبة للناس بقي على حالي هذه واكرمه الله بزوجة صالحة مصلحة واكرمه الله بدرية طيبة وعاش حياة كلها نظيفة وكل من سأله وقال له من اين لك هذه الكرامة يقول من حديث سمعته ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وفعلا بقي هذا الرجل على سيرة هذه عمرا طويلا الى ان توفه الله وحينما توفي كان جسمه الطاهر تنبعت منه الراعيحة الطيبة لا تزال تنبعت حتى انهم لما دفنوه في المقبرة كانت القبور حوله كلها تفوح عطرا شديا وعبقا نديا والسر في كل هذا ايها الاحباب الكرام ان هذا الشاب ومثله كثير يتعرضون للاغواء يتعرضون للفتن هناك من يضعف وهناك من يسقط عند اول الطريق من لن يقع له تنطفئ عنده الاضواء اضواء الايمان واضواء اليقين تنطفئ وبالتالي يحصل على ذنوب وخطايا تعقبها قلق وتوتر وحزن واكتئاب ووساوس هذا مرض العصر الكثير من من يعاني من هذه الامراض عليه ان يراجع نفسه لكن من استعصم بالله عصمه الله ولعل ربنا عز وجل حكى لنا قصة نبيه يوسف عليه السلام لتكون لنا عبرة فسيد يوسف لما اعطاه الله الجمال واغوته النسوة وقام ماذا قال قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن فربنا سبحانه وتعالى صرف عنه كيدهن وادخله السجن لكن بعد ذلك عوضه خيرا عظيم اولته خزائن الارض وصار متصرفا في ضدام ملك دولة عظيم ما ادداك دولة مصر واعطاه الله مجدا كبيرا وكذلك مكننا ليوسف وجعله الله تعالى من الوارثين في الارض هذه قاعدة ايها الاحب الكرام ان الحياة لا تسير عبتا الحياة لها رب ولها مالك ولها مدبر ولها رقيب وهو سبحانه وتعالى يجازي خيرا كل من يسعى في الخير ويجازي شرا من يسعى في الشر وقد قال فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى جنة في الارض وجنة في السماء ومن دونهما جنتان جنة في السماء تزينت وتستعد وتستعد لاستقمال اهلها وهناك جنة اخرى فوق الارض ربنا اعدها للمتقين اين توجد في اي دولة في اي قارة توجد في قلب كل مؤمن جنة عظيمة ولمن خاف مقام ربه جنتان وربنا سبحانه وتعالى وعد بيد الخيرات فاسأل الله تعالى ان يلهمنا الصواب والرشدة والخير والايمان ويصرف عنا السوء ويحفظنا من وساوس ابليس وكذي الشيطان ويجعلنا من عمانه المتقين قولوا معنا جميعا امين 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 يا رب يا كريم